اشتركوا في القناة الهجوم الصاروخي بصوريخ كاتيوشا على معسكر التاجي الهجوم رقم 23 على القوات التحالف التي تتضمن بالتأكيد القوات الأمريكية في العراق ولا يخف على أحد أن إيران تقف خلف هذه الهجمات وأن من ينافس هذه الهجمات هو كتائب حزب الله الموالي لإيران والموجود في داخل الحجد الشعبي خاصة اللواء 45 واللواء 46 الرئيس دونالد ترامب أول مبارح أما في تصريح صحفي بيسألوه على الهجوم على معسكر التاجي قال له ما أنا مش هقول بس أنتوا هتشوفوا وأنه هو قد تفويد إلى البنتاجون لاتخاذ ما يراه مناسبا خاصة الرئيس دونالد ترامب بعد ما اعتلى سدة الحكم أغير قواعد الاشتباك وأعطى قوات قائدي المناطق المركزية في العالم حق اتخاذ القرار وفقا لمتغيرات الأحداث فالرادة الأمريكي هو بالتأكيد بعد وفاة جندي أمريكي ومتعاقد أمريكي وجندي بريطاني وأيضا إصابة 12 لا نعلم مدى إصابتهم هل هي خطيرة هل تتطور إلى وفيات أخرى بالتأكيد هناك ردود أفعال أمريكية اللي بيصير انتباهي أن الخارجية العراقية استدعت السفير البريطاني والسفير الأمريكي ولماذا لا تستدعي السفير الإيراني عندما تم القصف بصوريخ كاتيوشا على المعسكر العراقي الموجود فيه قوات التحالف مما فيها أمريكان وبريطانيين ومن جنسيات أخرى أيضا التصريحات الإيرانية التي تحذر الرئيس دونالد ترامب من الأفعال الخطيرة لماذا تستفزوا وتقوموا بهذه الأفعال ومن منطلق أن تتخذ إيران العراق مسرحا للقتال بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية ويكون العراق في هذا الأتون بين فكي الرحة العراقيين بالتأكيد استاؤوا بل الكثير منهم أعرابوا عن رفضهم إلى الهجوم على معسكر التاجي وده اللي اتهموا بيهم سيد مقتاد استادر فيه تصريحه الغريب أننا لا نعقد السلم مع المحتل ولكن لظروف العراق نحن نأخذ بعض الاحتياطيات لظروف العراق الحالية هل تكون العراق الآن هي مصرح عمليات عسكرية وحارب بين أمريكا وبين إيران؟ تعقبا عن ما ذكرت حضرتك لكن الحكومة العراقية لم تحل بعد الحج الشعبي بل ربما ترحب بوجوده وترى أنه ناجع على نواحي أمنية عديدة مثلا بس أستطيع أن أنا أعدل سؤالك هي لا تستطيع حل الحج الشعب يا سيد العزيز العراق مستعمرة إيرانية ضمن أربع مستعمرات المستعمرة الجنانية المستعمرة السورية المستعمرة العراقية المستعمرة اليمنية لن نسمي الأسماء بمسمياتها لا تستطيع الحكومة العراقية التي هي مخترقة من إيران أن تتخذ هذا القرار علما بأن حتى العراق يعني تستقوي بأقوى قوة في العالم بالولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي بها قواعد أمريكية ضخمة للغاية حتى أمريكا لم تستطع حتى اللحظة أن تنجي العراق من إيران هو التركيبة الإيرانية العراقية تركيبة غريبة الشكل التوغل الإيراني في الداخل العراقي وسيطرة الإيرانية خاصة من خلال الرموز الدينية في المراقد المقدسة والناجف يجعل يعني العلاقة متشابكة هو ليس زواج كاثوليكي هو ألعن من الزواج الكاثوليكي أعتقد أنه كان في يوم الأيام هناك حرب إيرانية عراقية وكانت هناك يعني حرب ضروس كانت تحطم كل دولة الدولة الأخرى اليوم الآن ترد إيران على ما حادث لها من صدام حسين في حرب السبع سنوات بأنها تحتل الإيران وأيضا تأخذ وتثرق مقدرات الشعب العراقي أكتر من 100 مليار دولار من النفط العراقي بيروح إلى داخل إيران غسيل الأموال اللي بيتم والهروب من الأقوبات الأمريكية الخانقة بيتم من خلال العراق العراق هي ليست الرئة التي تتنفس بها إيران العراق هي الآن مصدر الحياة إلى إيران فأعتقد أن الحكومة العراقية الآن وأنا أعتقد أنها حكومة إيرانية تلبس الثوب العراقي لا تستطيع أن تفعل شيء دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي وعضو حزب الديمقراطية الأمريكية كنت معنا من واشنطن فشكرا لك أهلا بكم أولا أشكرك على المشاهدة لو ما عجبكش المحتوى أو مختلف معايا في الرأي أرجوك أسمع رأيك في التعليقات لكن لو عجبك المحتوى من فضلك ادعم البرنامج بلايك سبسكرايب وفعل الجرز عشان يجي لك كل جديد تحياتي ترجمة نانسي قنقر